استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين وتوفير مناخ محفز لتوطين وانتاج المعرفة كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير بنك المعرفة المصري وتعزيز دوره المهم في اتاحة المعرفة العلمية لجميع المصريين وكذا موقف انشاء تحالفات على مستوى اقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل اقليم بهدف تحقيق طفرة تنموية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والاعمال كما تم ايضا تناول الجهود الجارية لانشاء وتشغيل الجامعات الاهلية والتكنولوجية في مختلف المحافظات ومواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الافضل على مستوى العالم بالاضافة الى عرض جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية مؤكدا ان قضية التعليم تحظى باهتماما بالغ من الدولة وتعتبرها اولوية قصوى لبناء الانسان المصري واعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلاة كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن في ضوء ما يوفره من امكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب واتحة جميع انواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين من جميع الفئات والاعمار بالاضافة الى دوره في تنمية المهارات واعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل الى جانب زيادة الانتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جوزيب بورل الممثل الاعلى لشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبية ونائب رئيس المفوضية الاوروبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار مسؤولي المفوضية الاوروبية وقد اكد السيد الرئيس اهمية الاتحاد الاوروبية في اطار السياسة الخارجية لمصر سواء من ناحية كونه الشريكة التجارية الأول لمصر وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط من جانبه أشد السيد بورال بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي منوها إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب مما يجعل مصر شريكا استراتيجيا هاما ومقدرا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وقد تناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة لسيما ما يتعلق بمكافحة الهجراء غير الشرعية والإرهاب كما تترق اللقاء إلى التنصيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية خاصة تطورات الأزمة في السودان حيث أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة كما تمت كذلك مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً في ضوء التدعيات التي طالت أسواق الغداء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر